لعب النادي الاهلي عقدوا جلسة خلال الساعات الاخيرة جلسة تحفيزية كبات وباقي اللاعبين كبات النادي الاهلي وقالوا البعض التالي احنا محتاجين نلعب مباراة كبيرة قدام القطن الكاميروني محتاجين نصالح جمالنا محتاجين نركز في هذه المباراة ما نركز ابدا في مباراة سانداونز والهلال اللي هتقام تاني يوم يوم السبت احنا نبقى مركزين ان احنا نعمل اداء جيد يعوض مع حدث في مباراة سانداونز حلو ودي الروح المعتادة من جماهير النادي الاهلي خالد عبد الفتاح اللي ظهر في بعض المباريات للنادي الاهلي في الفترة الاخيرة لفت نظر الجهاز الفني ليه منتخب مصر وبالتالي تلقى بعض الاتصالات في الاونة الاخيرة من الجهاز الفني ليه منتخب مصر وقالوا له ان فيتوريا معجب باداءه بيتابعه خلال هذه الفترة ووارد جدا يكون مع منتخب مصر في المعسكر القادم ولو مش موجود في المعسكر القادم فالراجل لو فيتوريا معجب باداءه وارد جدا انه يبقى من القائم الاساسي ليه منتخب مصر في الفترات القادمة بالنسبة ليه هجوم النادي الاهلي في مبارات القطن الكاميروني الخلاف دائما محمد شريف يبدأ ولا كهربا اللي يبدأ مارسي الكولد بيفكر جدا ان كهربا هو اللي يبدأ في تشكيلة النادي الاهلي قدام القطن الكاميروني هو بس الآن من المستوى البدني المتراجع نسبيا لكهربا خاصة في اجواء حرة خلال هذه المواجهة في جروة في الكاميرون هو ده بس اللي ممكن يعيك مشاركة كهربا بس فنيا كلها بيفضل بداية كهربا للمباراة عن محمد شريف عشان يقدر يباغت القطن الكاميروني مبكنا خبالك انه فعالية كهربا في المباراة الاخيرة فعالية افضل من فعالية محمد شريف انا مش بكارن ده افضل ولا لا بس فعالية كهربا ارقامك التهدفية افضل من محمد شريف وبكثير كمان يعني ده بالنسبة للنادي العدي